اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دور التعليم برنامج الستريتر في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم اعلان باستخدام قوالب فريبيك طبعا اذا اجينا على فريبيك راح نكتب هنا فلاير ولكن قبل ما نكتب فلاير راح نخلي فري فيكتور وطبعا راح نكتب فلاير FLA ونجي ممكن نضيف Y ونختار فلاير طبعا ننزل الى الاسفل مثلا هذا التصميم ونفتحه في هذه النافذة وطبعا راح نحمله باعتباره مجاني ننتظر تحميل هذا الفلاير جيد عرض في المجلد كليك ايمن وطبعا نختار Extract وطبعا نفتح هذا المجلد راح نشاهد بمجموعة من الملفات طبعا لدي الفونت ممكن نحذفهن وعدنا هنا اي بي اس و اي 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 اني انصح انه نفتح الاي بي اس تكون اخف فنجي نفتح الاي بي اس حتى يفتح بداخل برنامج Illustrator بعد ما فتح عدنا هذه النافذة طبعا نضغط على Close باعتبار ان فونتات ما متوفرة راح نفرغ التصميم من النصوص طبعا نجي نضغط كليك هنا بهذه المنطقة و Delete وايضا نكليك بهذه المنطقة و طبعا Delete طبعا نجي نحدد هذا الناس و Delete ايضا نحدد هذا الناس و Delete ممتاز ايضا ممكن طبعا نحدد الناس هنا بالاسفل و طبعا Delete و طبعا نجي نضيف النصوص مثلا ناخذ مربع ناص و راح نكتب تخفيضات هائلة بمناسبة نهاية السنة نكبر حجم الناس مثلا 48 و راح نختار فونت مناسب مثلا ممكن نختار فونت الجزيرة ممكن هذا الفونت جميل و مناسب طبعا راح يكون لون الخط ابيض يكون اجمل و طبعا تخفيضات راح تكون بهذه المنطقة ننزل Enter بهذه الطريقة و طبعا نصغر حجم الكتلة و طبعا من Paragraph راح يكون توسيط لالنص الآن ضح نقارب بالنص click Amen Out و اتجاه الى الاعلى بهذه الطريقة جميل جميل ممكن كلمة تخفيضات تكون باللون الاصفر نجرب اللون الاصفر هنا double click و نختار هذا الجزء ممكن نكتب هنا مثلا October و نصغر حجم النص و نصغر حجم النص و طبعا ممكن تكون بالانجليز يعني مثلا O CT مثلا طبعا ممكن الـ C و T تكون small مثلا بهذه الطريقة طبعا راح نخليها بهذا المكان و طبعا اللون يكون ابيض اجمل ممكن نحدد النص و نختار لون ابيض بهذه الطريقة و طبعا ممكن نزيد من الارتفاع الآن راح نضيف الرقم مثلا 31 و ايضا راح نزيد بحجم النص مثلا اللي بهذه المنطقة جميل 31 اكتوبر اللي هو نهاية الشهر جيد ممكن طبعا هذا النص نحدده و ننزل الى الاسفل و ممكن هذا النص بهذه الطريقة الان راح نضيف هنا نصوص طبعا بيمكن نضيف كتلة نص جديدة ميلانو مول مثلا اسم المول اللي يعلن عن تخطيرات و طبعا ممكن نختار مثلا هذا الفونت نصغر عجم النص بهذه الطريقة وايضا بيمكننا انه نختار لون مثلا ممكن يكون اللون هذا اللون اللي هو الاصفر بهذه الطريقة او ممكن الابيض ايضا مناسب يعني بيمكننا منها نختار الابيض او نجرب هذا اللون التدرج او الابيض ممتاز ممكن بهذه الطريقة جيد ايضا بيمكننا انه نستنسخ هذا النص ايضا بيمكننا انه نحدد اللون و طبعا نختار اللون مثلا البرتقالي هذا اللون ممتاز و طبعا نرفع كلمة ميلانو بهذه الطريقة ممكن الى الاعلى ممتاز الان يعني فد تأثير ثلاثية الابعاد و طبعا نكتب هنا العنوان طبعا نصغر حجم النص و نختار مثلا فونت و ليكن مثلا هذا الفونت نصغر حجم النص و طبعا راح نكتب مثلا العراق بغداد المنصور مثلا و طبعا لا بيس انه نختار فونت مثلا حجم فونت معش بهذه المنطقة واللون راح يكون باللون الابيض الآن أصبح عدنا إعلان جميل لتخفيضات بمناسبة نهاية السنة لمول ميلانو طبعا هذا الإعلان حصلنا عليه بشكل مجاني من موقع فريبيك و عدناه حتى يكون بهذا الشكل إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر